السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم هو مشكلة القسم الحرج The Critical Section Problem أو أيضا المقطع الحرج القسم الحرج هو جزء من البرنامج الذي يحاول الوصول إلى الموارد المشتركة Shared Resources قد يكون هذا المورد أي مورد في الحاسوب مثل موقع الداكرة أو بنية البيانات أو وحدة المعالج المركزية أو أي جهاز إدخال إخراج أي أن الجزء الحرج هو المقطع من البرنامج الذي يحاول الوصول إلى موارد مشتركة طبعا هذه الموارد مشتركة بين عمليات متعاونة Cooperating Process فلو أخذنا على سبيل المثال الشفرات الخاصة بكل من المنتج Producer والمستهلك قمنا باستعراضها في اللقاء السابق المتغير count هو متغير مشترك في كل من شفرة المنتج والمستهلك وقد بينا في اللقاء السابق أن السماح لكل من المنتج والمستهلك العمل بشكل عشوائي قد ينتج قيمة خاطئة في المخزن المؤقت لا يمكن تنفيذ القسم الحرج من قبل أكثر من عملية في نفس الوقت أي أنه إذا كانت عملي ما تنفذ أو تتعامل مع القسم الحرج فأن عملية أخرى متعاونة مع هذه العملية يجب أن لا تنفذ أو تتعامل مع القسم الحرج يواجه نظام التشغيل صعوبات في السماح وعدم السماح للعمليات بالدخول إلى القسم الحرج تتمثل مشكلة القسم الحرج في تصميم بروتوكول يمكن للعمليات استخدامه لمزامنة أنشطتها من أجل مشاركة البيانات بشكل تعاوني يجب أن تطلب كل عملية إذنا للدخول إلى القسم الحرج قسم الكود الذي ينفذ هذا الطلب هو قسم الإدخال entry section قد يتبع القسم الحرج قسم الخروج exit section الكود المتبقي هو القسم الباقي remainder section الهيكة العام عملية نموذجية typical process هو كما يلي قد تحتوي العملية على أقسام حرجه critical section وعند الرغبة في الدخول إلى القسم الحرج فيجب أن تأخذ إذنا يتم الحصول على الإذن بواسطة قسم الدخول entry section بعد الانتهاء من تنفيذ القسم الحرج يجب أن تعلن العملية عن الخروج من القسم الحرج استماح للعمليات من تعاوني أخرى للدخول إلى أقسامها الحرجة إذن في الكود الخاص لأي عملية قد تكون لدينا remainder sections أقسام متبقية وهذه الأقسام لا تحتوي على أي متغيرات مشتركة بين هذه العملية process i والعمليات الأخرى المتعاونة معها قد يكون هنا لدينا قسم حرج هذا القسم يحتوي مثلا على متغيرات مشتركة بين العمليات المتعاونة المختلفة قبل الدخول إذا هذا القسم يجب الحصول على إذن ويتم هذا عن طريق قسم الدخول entry section بعد ذلك إذا تم الحصول على إذن تنفذ العملية القسم الحرج بعد الانتهاء من تنفيذ القسم الحرج يجب الإعلان عن الخروج من القسم الحرج ويتم ذلك بواسطة قسم الخروج exit section بعدها تنتقل إلى تنفيذ مقطع آخر ممكن أن يكون remainder section الدخول إلى remainder section الذي لا يحتوي على متغيرات مشتركة لا يحتاج إلى إذن وبالتالي تنفيذ هذا الجزء remainder section في process i وprocess j قد يتم على التوازي ولا مانع من ذلك أما الأقسام الحرجة فيجب أن لا تنفذ بشكل متزامن يجب أن يفي حل مشكلة القسم الحرج بالمتطلبات الثلاثة التالية الاستبعاد المتبادل التقدم قيد الانتظار أو الانتظار المحدود الاستبعاد المتبادل إذا كانت العملية process i في قسمها الحرج فلا يمكن أن تنفذ أي عمليات أخرى متعاونة مع هذه العملية أي من أقسامها الحرجة أي أنه إذا يسمي الحل process i العملية المتعاونة مع مجموعة عمليات أخرى بالدخول إلى أحد أقسامها الحرجة فإنه يجب منع جميع العمليات الأخرى المتعاونة مع هذه العملية الدخول إلى أي من أقسامها الحرجة يسمى هذا الشرط بالاستبعاد المتبادل mutual exclusion الشرط الثاني التقدم إذا لم يتم تنفيذ أي عملية في قسمها الحرج وكانت بعض العمليات ترغب في الدخول إلى أقسامها الحرجة فعند إذن فقط تلك العمليات التي لا يتم تنفيذها في الأقسام المتبقية يمكن أن تشارك في اتخاذ القرار من سيدخل قسم الحرج تالياً ولا يمكن تأجيل هذا الاختيار إلى أجل غير مسمى هذا الشرط يعني أنه إذا كانت مجموعة عمليات متعاونة تتنافس على الدخول إلى أقسامها الحرجة فإنها فقط من يتخذ القرار من منها سيسمح له بالدخول إلى قسم الحرج تالياً العمليات المتعاونة الأخرى التي لا تطلب الدخول إلى قسم الحرج يجب أن لا تشارك في اتخاذ هذا القرار الشرط الثالث قيد الانتظار أو الانتظار المحدود يوجد حد فاوند لعدد المرات التي يسمح فيها العمليات الأخرى بالدخول إلى أقسامها الحرجة بعد أن تقدم عمليه ما طلباً للدخول إلى قسم الحرج وقبل منح هذا الطلب أيضاً لتوضيح هذا الشرط تصور مثلاً أن العمليه X طلبت الدخول إلى القسم الحرج وهي الآن في حالة انتظار بعد أن نصبح القسم الحرج متاحاً ممكن أن يفوز بالدخول إلى عملية أخرى Y وبعد تحريره ممكن أن تفوز عملية أخرى Z وبعد تحريره ممكن أن تكون العملية Y طلبت الدخول من جديد وقد تفوز في ذلك وبعد ذلك ممكن أن تفوز Z وهكذا والعملية X لا تزال تنتظر سمحنا لكل من العمليتين Y و Z الدخول إلى الأقسام الحرجة أكثر من مرة والعملية X تنتظر يجب وضع حد أو عدد مرات بالسماح للعمليات بالدخول إلى الأقسام الحرجة مدامة العملية X في حالة انتظار وإلا فإن العملية X ستدخل في حالة المجاعة بسبب الانتظار لفترات طويلة سأقوم مرة أخرى بتوضيح هذه الشروط لنفرض أنه لدينا العمليات المتعاونة Process 1 2 3 4 وكل منها يحتوي على أقسام حرجة Process 1 هنا مثلاً وممكن أن يحتوي على أقسام حرجة وكذلك الحال بقية العمليات لنفرض أن Process 1 طلب الدخول في قسمه الحرج وأي من Process 2 3 4 لم يطلب ذلك ولنفرض أنه سمح Process 1 بالدخول إلى قسمه الحرج لنفرض الآن في الوقت الذي نفذ فيه Process 1 قسمه الحرج قام Process 2 هنا بالطلب في الدخول إلى قسمه الحرج وقام Process 3 كذلك في الطلب إلى دخول قسمه الحرج وقام Process 4 كذلك بالطلب إلى دخول قسمه الحرج يجب أن لا يسمح لأي من هذه العمليات Process 2 3 4 الدخول إلى قسمه الحرج ما دامت العملية Process 1 تتنفذ في قسمها الحرج أي أن دخول أي من العمليات Process 1 2 3 4 أي من أقسامه الحرج يجب أن يمنع جميع العمليات الأخرى المتعاونة مع هذه العملية الدخول إلى قسمه الحرج وهذا الشرط يسمى Mutual Exclusion الاستبعاد المتبادل الشرط الثاني Progress التقدم لنفرض أن Process 1 طلب الدخول إلى قسمه الحرج ويتنفذ في هذا الوقت لنفرض أن كل من Process 2 و 3 أيضا طلبت الدخول إلى أقسامها الحرج حسب الشرط الأول يجب أن تمنع من الدخول إلى أقسامها الحرج ويجب أن تبقى في حالة انتظار بعد خروج Process 1 من قسمه الحرج في اتخاذ القرار أي من هاتين العملياتين Process 2 و 3 التي تقع في حالة انتظار للدخول في قسم الحرج ويجب أن تبقى هي فقط التي يجب أن تتخذ القرار من منها سيدخل إلى قسم الحرج تاليا Process 4 الذي لم يطلب الدخول في قسمه الحرج ويتنفذ في Reminder Section لا يجب أن يشارك في اتخاذ هذا القرار وهذا الشرط يسمى تقدم Progress حيث أنه يسمح العمليات بالتقدم تصور مثال من الحياة مجموعة من ناس ينتظرون في دور في اتخاذ القرار من منهم سيخدم تاليا يجب فقط أن يشاركوا منهم في الدور الذين لا ينتظرون في الدور يجب أن لا يشاركوا في اتخاذ القرار الشرط الثالث اللي نفض أن Process 1 يتنفذ في القسم الحرج في هذا الأثناء Process 2 طلب الدخول إلى قسم الحرج و Process 3 طلب الدخول إلى قسم الحرج و Process 4 طلب الدخول إلى قسم الحرج بعد انتقاء Process 1 لنفض أن Process 3 هو الذي يفاز بالدخول إلى قسم الحرج خلال تنفيذه في القسم الحرج كل من Process 2 و 4 في حالة انتظار ولنفض أيضا أن Process 1 طلب من جديد الدخول في قسمه الحرج بعد خروج Process 3 من قسمه الحرج لنفض أن Process 1 هو الذي يفاز بعد خروجه لنفض أن Process 4 هو الذي يفاز و في هذا الأثناء لنفض أن Process 3 طلب الدخول إلى قسم الحرج بعد خروج Process 4 لنفض أن Process 3 هو الذي يفاز و في أثناء تنفيذه Process 1 طلب من جديد الدخول في قسم الحرج وبعد انتهاء Process 3 لنفض أن Process 1 هو الذي يفاز لاحظ سمحنا لكل من Process 1 Process 3 ومن الممكن Process 4 الدخول أكثر من مرة إلى أقسامهم الحرج و Process 2 لا يزال ينتظر يجب أن نحدد عدد المرات التي يسمح فيها لأي عملية الدخول إلى قسمها الحرج مدامة عملية تقدمت بالطلب للدخول إلى قسمها الحرج ولم تمنح هذا الطلب وإلا إذا سمح لبعض العمليات الدخول مرات عديدة إلى أقسامها الحرج وحد العمليات في كل هذا الأثناء في حالة انتظار فإن هذه العملية ستدخل في حالة مجاعة Storvation لأنها ستنتظر لوقت طويل جداً يمكن حل مشكلة القسم الحرج ببساطة في بيئة وحدية النواة Single Core Environment إذا تمكننا من منح حدوث المقاطعات أثناء تعديل متغير مشترك بهذه الطريقة يمكننا التأكد من أنه سيسمح للتسلسل حالي للتعليمات بالتنفيذ والترتيب دون استباق Without Permission لن يتم تشغيل أي تعليمات أخرى لذلك لا يمكن إجراء تعديلات غير متوقعة على المتغير المشترك سأعود من جديد إلى كود المنتج والمستهلك Producers Consumer Codes ذكرنا التنفيذ العملية Count Plus Plus يمكن أن يتم في اللغة متدنية المستوى مثل Assembly بهذا الشكل وكذلك Count Minus Minus يمكن أن يتم بهذا الشكل إذا سمحنا لهذه العمليات التنفيذ بدون مقاطعة وكذلك سمحنا لمجموعة هذه العمليات التنفيذ بدون مقاطعة فإن النتائج ستكون صحيحة وقد بينا في اللقاء السابق أنه إذا سمحنا خلال تنفيذ أي من هتين مجموعتين بالمقاطعة فقد نحصل على نتائج خاطئة في المخزن لسوء الحظ هذا الحل ليس ممكن في بيئة متعددة المعالجات Multi-Processor Environment يمكن أن نستهلك تعطيل المقاطعات على المعالجات المتعددة وقت طويل حيث يجب تمرير رسائل إلى جميع المعالجات وأدي تمرير هذه الرسائل إلى تأخير الدخول إلى القسم الحرج كما سينخفض أداء النظام ضعف اعتبارك أيضا التأثير على ساعة النظام Systemic Lock إذا كانت عملية تحديث الساعة تتم عن طريق المقاطعات في اللقاء المتبقي من هذا الفصل سنتعرف على أدوات مختلفة لحل مشكلة التزاون Synchronization Tools شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر